موسيقى طبعا عن كل هذه التطورات العالمية تنضم إلينا لنا قنوة محللة الأسواق العالمية في مجموعة إيكوتي جروب لينا أهلا بك معنا وخلينا نبدأ من آخر التصريحات التي سمعناها من كريستين لغارد فيما يخص معدلات التضخم التي ستسمح بها بالارتفاع بحدود الاثنين في المئة أرطت نوع من المرونة الجائحة كانت خلال عام 2020 كانت تضخم بالسالب بنتيجة الضغط من جائحة كورونا فأدى إلى السالب التوقعات أنه يعني في سياسات تحفيز ستستمر سياسة تحفيزية البنك المركزي الأوروبي هذا يعني ما يريده أنه البنك المركزي الأوروبي سيسمح كما ذكرت إلى التضخم يعني يستهدف مستويات فوق 2% هذا يذكرنا بالبنك الاحتياط الفدرالي الذي غير سياسته حول مستويات التضخم واجعلها أنه حسب الكورو بي سي إي من مستويات المستهدفة كانت 2% إلى متوسط مستويات التضخم تقريبا نحن نتحدث عن 2% إلى 100% البنك المركزي الأوروبي سيستمر بسياساته التحفيزية لأنه ما يزال يحتاج للتعافي الاقتصادي سيستمر ببرنامج شراء الأصول حتى مارس على الأقل عام 2022 لا نعلم كيف ستكون سياسة التغيير يعني في من قبل البنك المركزي أو شكل التغيير لكن هناك استمرار كما ذكرت كريستين لغار في السياسة التحفيزية نحن نعلم أنه الأوروبا يعني بشكل عام عانت من جائحة الكورونا ودخولها في ركود مزدوج من عام 2020 حتى الربع الأول من عام 2021 فيجب الاستمرار والتأكيد باستمرار بسياسة التحفيزية عند أسعار الفائدة المتدنية تاريخيا عندها 0% والسياسة التحفيزية لهذه المحاكة ببرنامج شراء الأصول بـ 1.85 دليون دولار أتوقع بالنسبة لأسواق الأسواق الأسواق الأوروبية بشكل عام اليوم على انخفاض لا يوجد شهية للمخاطرة هناك يعني مخاوف أنه ما زال أنه الاقتصاد يحتاج إلى التعافي لا أستبعد أنه تذبذ بيكون في أو التراجعات الطفيفة على المدى القصير لكن على المدى المتوسط أتوقع الوصول إلى ارتفاعات وخاصة لمؤشر الدكس الألماني 16 ألف تقتل ربما أن يلابس تلك المستويات لكن أريد أن أذكر أن الأسهم الأوروبية مرتبطة بشكل أساسي مع الأسهم العالمية وأيضا الأسهم الأمريكية وكيف توجهاتها بشكل عام يعني التريند يصاعد بالنسبة لأسواق الأسهم الأوروبية على المدى المتوسط لكن لا أستبعد بعض التراجعات بين الحين والآخر والإخفاض يعني واضح أنه أيضا هناك تحفظ ليس فقط بالبنك الأوروبي إنما بكل البنوك المركزية حول سياستها النقدية بهذه الفترة لكن واضح بأنه أيضا الدهب يعني حتى الآن الصعود اللي عم نشهده حتى فوق مستويات الألف وثمانمائة دولار هو ما زال محدود نسبيا على الرغم من أنه مستويات التضخم ما زالت عالية نسبيا كيف عم نفسر الحركة اليوم بالنسبة للذهب وبعض الضعف اللي عم نشهده على الدولار نعم أسعار الذهب طبعا كما ذكرت عند مستويات الألف وثمانمائة دولار الذهب لا يرتبط بتوقعات السياسة النقدية توقعات المستقبلية تفعل إيجابا مع تلك التوقعات المستقبلية وأيضا مع توقعات التضخم المستقبلية وهذا بالفعل ما حصل التراجعات التي حصلت خلال فترة الماضية بالذهب بتراجعات 6% بعدما غير الفدرال الأمريكي سياسته أو لهجته حول تجديد السياسة النقدية سيقوم برفع أسعار فائدة لـ 2023 وربما يتكون بعام 2022 لاحظنا كيف تأثر الذهب بهذه التراجعات فبالتالي يعني مثلا للتضخم نحن التوقعات التضخم بحسب الـ CPI نحن والكور بي سي إي اللي متوقعوا 5% أو 3.4% للكور بي سي إي التوقعات الآن لمؤشر أسعار المستهلكين يكون اليوم الخميس متوقع أن يكون 4.9% يعني هناك انخفاض فكما ذكر فدرال الأمريكي أنه التضخم منخفض نسبيا يعني معناته فيه انخفاض أو عابر أو مؤقت يعني التوقعات الحالية للتضخم يعني الآن أنه ربما يحصل عليها انخفاض لكن فبالتالي يتفاعل الذهب مع التوقعات المستقبلية للتضخم وليس مع مستويات التضخم الحالية فبالتالي أسعار الذهب التي شهدت ارتفاع خلال الأسبوع الماضي هو بسبب تراجع وائد سندات الخزان الأمريكية لكن الارتفاع محدود يعتبر نسبيا بالانخفاضات التي حصلت مع المقارنة مع توجهات السياسة النقدية المستقبلية وأيضا مع توقعات التضخم المستقبلية لكن لا أستبعد أن نرى ارتفاعات للذهب على المدى المتوسط وخاصة أن هناك استمرار للسياسة التحفيزية من قبل البنوك المركزية حول العالم وأسعار الفائدة المتدنية فلنشهد ارتفاعات لأسعار الذهب على المدى المتوسط والصويل الشركات الأمريكية أكيد تحتسب أيضا نعم بالنسبة للأسهم الأمريكية أهم شيء تنتظره البنوك المركزية والنتائج المؤشرات الأمريكية هو الأسواق تترقب على نتائج الشركات وهناك توقعات أن تحقق خاصة البنوك بشكل عام الأمريكية يعني التحقيق أرباح نحن نتوقع يوم الثلاثة أن تظهر نتائج مورغان تشيس في ارتفاع بأرباح ب1.65 دولار غولمان ساكس بتوقعات أرباح ب9.57 أيضا يوم الأربعة نتوقع على بنك أوف أمريكا أن يحقق أيضا أرباح وأيضا ستي جروب وأيضا خلال يوم الخميس مورغان ستالي بتوقعات أرباح ب1.65 فبتالي توقعات أن تأتي أرباح بفوق توقعات وحتى نتائج الشركات من المحتمل أن تحقق إرادات وخاصة أيضا شركات التكنولوجي ربما أن تحقق ارتفاعات أكبر من ذلك فنلاحظ أن الارتفاعات صاعدة على أسواق الأسهم الأمريكية لحد الـ S&P 500 عندها مستويات قياسية متوقع أن يصل إلى مستويات الأربعة ألاف وأربعمائة عن المتوسط على شرط أن يحافظ على مستويات تقريبا نحن نتحدث عن أربعة ألاف ومئتي وثمانين نقطة لكن مع ذلك مؤشرات الأسهم الأمريكية في ارتفاعات ودعم سوف يأتي من استمرار التحفيز والتعافي الاقتصادي والسياسات النفطية التحفيزية وأيضا من الإرادات أو الأرباح التي سوف تأتي من نتائج الشركات التي سوف تلعب إجابا بأسواق الأسهم الأمريكية عموما يعني شفنا الارتدادة إحنا في نهاية يوم الجمعة بعض الخسائر التي تكبدتها الأسواق حتى الأسواق الأسيوية تفعلت إجابا مع ذلك شكرا لك لينا قنوة محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة